طيب لو أنا دلوقتي بعلم ولادي كام صفة كده يحطوها في دماغهم عشان أعرف أختار صديق يعني صحبة صلحة هو يقدر يكون مرتاح معاهم بجانب طبعا فكرة أنهم يكونوا شبه بعض إيه أهم النقاط أو إيه أهم الصفات اللازم تكون موجودة أوكي هنقول إنه وفي وهنشرح مفهوم الوفاء إيجابي يعني وإنت معايا كلكم بتستفيدوا وبتتحركوا وبتاخدوا كورسز وبتنزلوا تمرين ممكن بس عند نقطة الوفاء دي حضيك قلت إن إحنا نبدأ مع الأطفال من سنة خمسة سنين هل هيفهم يعني وفاء؟ ها هيفهم ها هيفهم ليه بقى لأن انت بتبسط له المفهوم ده وبتحكيه له فهو بيشوفه في شكل قصة بيشوفه في شكل حدوتة بتقول له أنا لما كنت تعبانة صاحبتي فلانا ما سألتش علي فأنت مش بتقوله الوفاء مش منعمل كده فقط لكن إحنا بنحكيه في شكل حدوتة فالولاد بيبقوا فاهمينه وهما في المدرسة بيبقوا فاهمين جدا إنه مين سأل علي ومين جاب لي فايد ميلادي هدية ومين هما بيبقوا فاهمين جدا ده فالوفاء شبهنا إيجابي بيتحرك زي ما قلنا بيشارك في أنشطة بيحبك عشانك مش عشان أنت باباك في المكان الفلاني مش عشان إحنا ساكين في المكان الفلاني مش عشان بس دي حاجة بتتطلب سنين يا أستاذ مارين يعني يا مرابعة صعبة قوي تتعرف أيوما هو عشان كده بقول إن هي جيرني أنا مش بقول الكابسولات دي كلها مرة واحدة وبقى خلصت كل اللي عندي وقاعدة سكتة لأنا ده بتكلم فيه على مدار حياتهم وبشاركهم جزء من خبراتنا على مدار حياتهم وده مش بيوقف يا جماعة إحنا بنقعد نعمل ده من وهم أطفال لحد 20 سنة بعد كده انطلقوا بقى وتعلموا بالتجارب وتعلموا بالخبرات جميل إحنا يا جماعة زي ما اسمعنا كده نحن لازم نبدأ مع أولادنا من وهم صغيرين ما نستناش لما يكبروا يوصلوا لسن المراقة ساعتها بيكون صعب التعامل معهم لأنه شايف والده والدته سايبينه طول الفترة اللي فاتت دي وجايين دلوقتي يدلوا أوامر فبيكون صعب التعامل معاه عشان ننصح أولادنا بأنهم يختاروا صديق يكون معاهم مدى الحياة زي ما احنا بنكمل مع أصدقائنا اللي طلعنا من وإحنا أطفال صغيرين لحد مجبرنا